والدليل عندنا اخبار الاتحاد والوزير يسعى بتغيير الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين انا اتساءل انا اتساءل انت اليوم من تريد تغير منتخب الناشئين يا كابتن عدمان درجال والله حقك لكن انت شقدمت لهذا المنتخب يتمرن بالسبعة الصباح تقبل انت ابنك الدزة بالسبعة الصباح يتمرن طبعا لو يتمرن ويروح يتغدى ويروح المسبح ويرجع يتمرن وبعدين يرجع لبيتهم مثل ما بقطر وموفر لكل شي والله اقول لك مو بالسبعة بالستة الصباح اخذ وفرت له ملاعب لو بس ملحب وزارة الشباب والرياضة وفرت له معسكرات وفرت له طعام وفرت لهم رواتب وفرت لهم تجهيزات شنو لوفرته انت المنتخب الناشئين حتى اليوم تفكر تغير بس هو الغاية مو تفكير تغييره الغاية اكو اشخاص تريد تجي تعمل ببدال محمد علي كريم وبدال حسن كمال وبدال سعد عبد الحميد وبدال علي مطشر هاي اشخاص مستقتله تريد تجي تعمل ببدال ذولي او عماد محمد لو خسران منتخب الشباب والله الحظيم هم تبدلوا اذن اليوم ما نعرف ش تريدون تريدون نتائج ونجازات يعني نروح للتزوير تريدون نبني جيل هاي النتائج نحصلها تقول لي صار سنتيا اش عمل حسن كمال واش عمله ولعاد وهذا فريقه من الاشبال اقول لك اش وفرت له من تقعد تناقش اش وفرت لهؤلاء الاطفال حتى ذاك الوقت من انت تغيرهم ومفر لهم معسكرات ومفر لهم كل ما يحتاجوا اقول لك ايه والله صحيح فاليوم نحتاج لمهنية بالعمل نحتاج لأمور كثيرة اتمنى تكون عدكم كلمة وتكون عدكم مهنية من تقول الريجيل تريجيل تتحمل النتائج قطيني واحد طلع انتقد منتخب ناشئين اعمار حقيقية وان ما غضينا على التزوير مية بالمية والدليل منتخب شباب احد اللاعبين بل في 2019 مسجرناك للجزاء باحد التصفيات هم لاعب شباب واسه احنا في 2022 دخلنا لعب شباب فاحنا ما ممكن نغضي على التزوير مية بالمية بس الولد اشتغلوا المدربين حاولوا انه يعني نوعا ما يصنحونا لاعبين ممكن يعني انت من رح تطلع هذا الكادر وصال لسنتين ويهاي الاطفال ورح تجيب له غير كادر بغير اسلوب وبغير طريقة بغير عمل ما اعرف يعني ما اعرف يعني